هيا لفت انتباهنا بوست على السوشيال ميديا فقررنا ان احنا نشاركه مع حضرتكم بوست بيقول الاتي النسخة الكاملة منك هي اللي بتنجح يعني ربنا بيكرم في الوقت اللي بتبقى انت خلاص جاهز ومؤهل انك لو اخدت اللي انت عايزه هتقدر تحافظ عليه لانك قبل الوقت ده مش بتكون جاهز وبتكون نسختك البشرية لسه بتتطور من خلال تجارب وخبرات مستمرة صعود وهبوط واخفاق ونجاح ربك دايما بيكرمك في التوقيت المناسب ده كان نص البوست اللي احنا شفناه طبعا احنا هنتكلم عليه شوي انتو بقى رأيكو ايه انا عندي مستي انا موافقة على البوست ده بشكل يعني اللي هو مفيش ولا حاجة فيه مش موافقة عليها عظيم ليه بقى؟ لاني لان ده حقيقي جدا ساعات الواحد تبقي انت حاسة ان انت جاهزة مثلا سيء مثلا في شغلك لبوزيشن معين او ان انت تاخدي مثلا مركز معين في شغلك ومستنية ده وتلاقي بيتأخر 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 ممكن في الوقت اللي انت فاكرة ده فعلا ما بتبقيش كده خالص وبتبقي لو تحطيتي في الموقف ده مش تعرفي تشيلي ولا هتعرفي تصدي ولا هيرفق ولا هبقى عندك الخبرات اللي انت مثلا تنجحي وتبقي يعني تحققي فيه او تتحققي فبحث زي ما بقولك ايه God's perfect timing او الوقت اللي هو ربنا كدبه ده هو ده ساعات احنا بنقعد نجري 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 ونقعد بقول ما بيحصلش وما بيحصلش وساعات لما مثلا ايه ساعات برضو ربنا بيمتحننا تلاقي مثلا الداكي اللي انت عايزي ده ضع ضع تماما لو بمتحدة مثلا على فلوس على مثلا منصب في شغل على اولاد يعني معرفتيش تحافظي عليه لما بيجي بدري قبل سن النطج وانت قلتي حاجة هي دي فعلا ربنا سبحانه تعالى اعلم بينا يعني حتى سن اللي بينزل يعني النبوة والنطج سن الاربعين لما الواحد بيبلغ اربعين سنة بيكون بقى عائل بيكون مر بالتجارب اسقلته وحاجات يرفضها وحاجات شخصيات سامة في حياته ممكن يرفضها ممكن يعني يصبر شوية ممكن يبقى عنده من الحكمة فهو سن حكمة وفي كل مرحلة لها تجاربها لحد ما بتوصلي للسن ده بيبقى طب سؤالي على اساد ذا حمد فيكو يعني مر بكده كم مرة با اه 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 طبعا لا هو سؤال هو مفيش حد فينا ممرش بدا مفيش حد على سطح الكوكب ممرش بدا كده الاية الكريمة بتقول اتى امر الله فلا تستعجلوه الامر موجود هي مسألة وقت الوقت ده بيبقى امتى في الوقت اللي ربنا عاوزه مش في الوقت اللي انت عاوزه تاني في الوقت اللي ربنا شايف انك جاهز فيه مش في الوقت اللي انت عاوزه تاني جاهز يعني ايه يعني انت طول الوقت يقولك حتى ده تفوق على نفسه يعني ايه يعني اصله كان بينافس نفسه وبيحاول يطلع من نفسه كل مرة النسخة الأحسن من نفسه وهنا يبين لك الآفة اللي موجودة عند بعض الناس إنه طول الوقت عينه على اللي حواليه وبيحاول ينافس اللي حواليه وبيحاول إنه هو يعلي عليهم ويعلي عليهم لا نفس نفسك وكون كل يوم النسخة الأفضل من نفسك لحد ما تستوي هو أنا ينفع أخذ سمر من على الشجرة قبل قوانها عشان كده قالوها جدود جدودنا كل شيء بقوان القوان لسه مجاش لأن ربنا يعلم تمام العلم وهو يعلم ونحن لا نعلم إن لو جات لك الحاجة دي في التوقيت ده أنت غير جاهز لها الفرص بتبقى قليلة في حياة إحنا بقى مش هتقدر تحافظ عليها ومش هتقدر تكون قدها زي كده بالظبط أنا جبت لوحة في برواز كبير قوي مع اللوحة مش هتبقى أنها تلقى في البرواز هي لسه مش قده أو الشاطر اللي يعرف يحافظ عليها السبباني قدمين بقى مستعجلين كده وتتفتن وتضيع من إيديها حاجات وتضيع وفي ناس بتحافظ على ده وتفضل تطور في نفسها وفي نجاحاتها طول الوقت وبتستفيد من تجاربها لأ أساعد ما بين الوغوط وصعود زي وساعد بقى تتقرسي يعني تجيلك بقى وتضيعي الموضوع دي بقى حصلت لنا عشان كده بقولك البوست ده حسى أنه مظبوط قوي يعني يجيلك وبعدين أنت فعلا ما كنتش جاهزة ده أو ما أدركونا عشان نعبها بساعتها ممكن في رحزة أو أبتقدت أن الفرسة دي ممكن إيجي غيرها كتير لا ما كنتش مستوعبة ما كنتش جاهزة يعني كده فما يعني دلوقتي بيعرف أنت بتعافري ومركزة عشان عايزة تبقي أحسن تطالي على نفسك تعملي على بكرمة على كل المستويات يعني عشان كده ربنا بيبعط الحاجة في الوقت اللي إحنا جاهزين فيه مش في الوقت اللي إحنا عاوزين ودي بتفرق كتير قوي